السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي أحياء للصف الثالث متوسط عندي أهم الفروقات المهمة الوزارية لعام 2023 السؤال الأول يقول لك ما الفرق بين حزام الكتف وحزام الحوض بالإنسان حزام الكتف يتألف من عظمين في كل جانب من جسم الإنسان حزام الحوض يتألف من ثلاثة عظام هي الحرقفة والورك والعانة حزام الكتف لا يوجد اختلاف في الذكور عن الأناث حزام الحوض يوجد اختلاف بين الحوض في الأناث عنهم في الذكور لتسهيل عملية الحمل والولادة الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة الأمعاء الدقيقة طولها من ستة إلى سبعة طويلة طولها أقصر من واحد إلى خمسة متر قطرها أضيق قطرها أوسع تتكون من جزئين الأثنى عشر يتم فيه الهضم واللفائف ويتم فيه الهضم تتكون من الأعور والقلون الساعد والمستعرض والنازل والمستقيم ولا يتم فيه الهضم يوجد فيها غدد هاضمة لهضم الغذاء والزغابات للامتصاص هنا لا يوجد فيها غدد هاضمة ولا زغابات ولا يتم الامتصاص فيها إلا الماء يتم الامتصاص فيها هنا عدنا وظيفتها إكمال عملية الهضم والامتصاص المواد المهضومة ودفع الفضلات نحو الأمعاء الغليظة هنا وظيفتها امتصاص كمية من الماء ودفع الفضلات خارج جسم الإنسان عن طريق المخرج الشهيق والزفير الشهيق ينخفض الحجاب الحاجز للأسفل ويصبح مسطحا عودة الحجاب الحاجز إلى وضعه الطبيعي المحدد يتحرك عظم القص وترتفع الأضلاع إلى الأعلى نتيجة لتقلص العضلات بينهما عودة الأضلاع وعظم القص للداخل قليلا إلى وضعها الطبيعي يقل ضغط الهواء في الرأتين بسبب اتساع حجمهما يزيد الضغط على الهواء داخل الرأتين يندفع الهواء من الخارج إلى داخل الرأتين يندفع الهواء من الرأتين إلى الخارج النزلة الشعبية والسل الرئوي النزلة الشعبية ارتفاع درجة حرارة الجسم وسعار مصحوبا بقشع السل الرئوي ارتفاع درجة الحرارة ليلا والتعرق في المراحل اللاحقة سعار شديد مع انقشع مصحوبا بألم وجود خرخشة داخل القفص الصدري عند التنفس لا يوجد خرخشة وجود رشح أنفي لا يوجد رشح قصر البصر وبعد البصر الشخص المصاب يرى الانشاء البعيدة غير واضحة الشخص المصاب لا يستطيع رؤية الكتابة بوضوح يحدث في سن مبكرة من الامراض الشاعة بعد سن الاربعين السبب زيادة تحدب عدسات العين والتحدب القرنية السبب قلة تحدب عدسة العين وقرنيتها ازدياد طول كرة العين قلة طول كرة العين تكون قصيرة تكون الصورة أمام الشبكية تقع الصورة خلف الشبكية يعالج باستعمال عدسات مقعرة مفرقة للأشعة يعالج باستعمال عدسة محدبة لهمة الأشعة عدد أمراض الجلدية فقط حب الشباب البثور لطمة الحمى الطفح الجلدي غربة الشمس البهاق الفطريات والكلف المصاب بالبول السكري والمصاب بالبول الزلالي المصاب بالبول السكري كثرة العطش وجفاف الفم هنا لا توجد لا توجد حرقة هنا حرقة بعد التبول هنا لا توجد هنا ظهور بثور حمراء كثيرة على الأرجل الاخصاب والتلقيح الاخصاب عملية اندماج خلية النطفة كروموسوم مع خلية البيضة المخصبة كروموسوم العدد الكامل من الكروموسومات والتي تلقسم هنا التلقيح عملية انتقال النطف من الذكر إلى الأنثى الحبل السري تركيب أنبوب الشكل يصل الجنين بالمشيمة يرتبط من جهة بالمشيمة ومن جهة أخرى بسرة الجنين قطعة نسيجية مسطحة ملتسقة بجدار الرحم يصل الغذاء الأكسجين أو الأكسجين عن طريق المشيمة إلى الجنين ويطرح الفضلات تحتوي من جهة على أوعية شعرية دموية للأم من الطرف الملتسق بجدار الرحم والجهة الأخرى والأوعية شعرية دموية للجنين كريات الدم الحمر وكريات الدم البيضاء كريات الدم القرصية الشكل ومضغوطة من الجانبين حمراء اللون كريات عديمة اللون وشكلها غير ثابت وظيفتها تنفسية وظيفتها دفاعية قطرها 8 مايكرون قطرها 15 إلى 6 مايكرون عددها في الذكور 5 مليون كرة ملعوناث 4.5 مليون كرية عددها 8000 كرية في ملي متر مكعب في الذكور وما يقارب 6000 كرية في ملي متر مكعب لها نوات في بداية تكوينها في البالغين أما الأطفال قبل الأولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها هنا لها نوات وهي أكبر من الكريات الحمر يقوم النخاع العظمي بتكوينها في البالغين أما الأطفال قبل الأولادة فيقوم الكبد والطحال بتكوينها مجموعتان حبيبية مفسصة النوات تتكون من نخاع العظم غير حبيبية سايتوبلازم وغير مفسصة النوات تتكون في العقد اللنفاوية لها القدرة على اختراق جدار الأوعية الدموية أعيني أهم المرشحات الفروقات نقول أهم الفروقات الوزارية المهمة جدا لمادة الأحياء للصف الثالث متوسط